أدوار متبادلة بحجة واهية فميليشيا الحوثي تقتل اليمنيين بألغامها بحجة محاربة العدوان وهيئات ومكاتب الأمم المتحدة تمول هذا القتل بحجة محاربة الألغام تلك خلاصة التقرير الذي أشهرته عدد من المنظمات الحقوقية بمحافظة مأرب والذي رصد ووثق تورط هيئات ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع ميليشيا الحوثي في قتل وإصابة آلاف اليمنيين التقرير تحدث عن قيام وكالات ومكاتب الممتحدة في اليمن بدعم ميليشيا الحوثي بالمال والسيارات ودعم لوجستي وغيره تحت أفطأ إنسانية نزع على القام بينما جماعة الحوثي هي من تقوم بزراعة الألغام ونرى سقوط أرض من الضحايا كل يوم شبه يومي يسقط ضحايا نتيجة الألغام الحوثيين لذلك نحن نطالب بالتوقف الفوري عن دعم ميليشيا الحوثي وكذلك نطالب بالتحقيق معاك كل من وردت أسمائهم في قائمة العار من مكاتب ووكالات الممتحدة الذين تورطوا بالدور المشبوث في دعم ميليشيا الحوثي تحت يافطة إنسانية نزع على القام وثق التقرير 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة الميليشيا الحوثي بتكلفة تصل لأكثر من 160 مليون دولار وأربعمائة وعشرين سيارة هي إجمالي الدعم الأممي لزراعة الألغام الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الست السنوات الماضية تحت مسمى دعم مشاريع الألغام فيما لا تزيد تلك المبالغ الألغام إلا تكاثرا وفتكا باليمنيين جميع التقارير الدولية التي تصدنها هذه المنظمات التي تدعم ميليشيا الحوثي تقول في تقاريرها بأن الميليشيا الحوثي هي الطرف الوحيد والحصري الذي يزرع الألغام في اليمن لكن نحن نستغرب كيف تقول في تقاريرها بأنها الطرف الوحيد وبالمقابل تقوم بدعمها بملايين الدولارات يأتي الدعم الأممي في ظل تزاويد زراعة الميليشيا الحوثية للألغام حيث ذكر التقارير أن الحوثيين زرعوا أكثر من مليونين لغم وعبوة ناسفة تسببت بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف مدنيا وإصابة أكثر من أربعة آلاف ومائتين وألحقت أضرارا كلية وجزئية بآلاف المنشآت الخاصة والعامة الحوثي هو الطرف الوحيد الذي يقوم بزرعة الألغام ويخفي خرائطها ومع ذلك تقوم الأمم تهجم منظماتها بدعم الحوثي بسيارات بملايين دولارات ولم تطالبه بتسليم خرائط الألغام التي يروح ضحيتها كل شهر بعشرات آخر ضحاياها في قبل المراد بسرواح أطفال ونساء يشتغلوا بمهنة رعية الأغنام اختتمت فعالية إشهار التقرير بوقفة احتجاجية طالبت مكاتب الأمم المتحدة بإيقاف الدعم الذي يسهم في قتل اليمنيين ويزيد من معاناتهم محمد القليصي لقناة سهيل مأرب